أهلا بحركم مرة تانية. قبل ما نتكلم على الفريق الأول لقرة القدم واستعداداته لمرحلة المجبلة. قلنا نتكلم على فريق النادي الأهلي موليد 2005 اللي حقق فوز وانتصار مستحق على فريق نادي الزمالك. بالنتيجة 1-0 في المماراة اللي أقيمت على ملعب النادي الأهلي بمدينة نصر. المطش تقريبا خلص قبل ربع ساعة أو تلت ساعة من دلوقتي. هدف أحرازه اللاعب محمد عبدالله لعب النادي الأهلي في دقيقة 50 من أحداث اللقاء. وفاز النادي الأهلي على نادي الزمالك في هذه المباراة. والأهلي يمكن ينتصر على الزمالك وده أمر معتاد شوية في كرة القدم. مش تقليلا من نادي الزمالك. أكيد نادي الزمالك ورده من الأندية الكبيرة. وأردنا فاز على النادي الأهلي في بعض المباريات. هذا أمر مؤكد. لكن أصدق في فترة الأخيرة حتى مبارح شفنا الأهلي بيفوز على الزمالك في كرة السلة. يقرر فوزه سواء المرتبط أو الشباب أو حتى الفريق الأول. فانتصارات الأهلي ماشية بشكل كويس جدا خليلهم مرحلة الحالية والتحديد كمان على نادي الزمالك في مباراة اليوم مباراة كده كانت صعبة في الجولة العشرة من بطولة الجمهورية ان شاء الله نتمنى لهم التوفيق الأهم بالنسبة لي أن النهاردة كمان حضر مارسل كولر المدير الفني للفريق الأول للنادي الأهلي هذه المباراة وتابع اللقاء من الملعب وكان حريص انه هو زي ما حارككم شايفين كده في الصورة كان حريص انه هو يتابع وكان مع المترجم كمان خاص به اعتقد كان مع حد يا جماعة من جلس فني تاني ولا اه مش يال يعني ومحل الأداء مع المترجم وحضروا هذه المباراة وأكيد خد انطباعات يعني إجابيا بشكل كبير على الفريق وده مستقبل النادي الأهلي بكل تأكيد وعجبني أوي حرص كولر على مطابعة كل شيء يعني ويتعلق بالنادي وعلى كمان أمور تتعلق بمستقبل الفريق الأول لكرة القدم بدليل حضور والمورات اليوم فبرك للنادي الأهلي فوزع الزمالك بنتيجة واحد